طيب ظهرت الرؤية في انتخابات اتحاد كرة القدم المصري خد مني الكلام ده بنسبة الف المية الف المية اللي هو الف المية قائمة المهندس هاني أبو ريدا التي ستتقدم غدا حوالي الساعة الحادية عشر صباحا للترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم لدورة انتخابية تستمر أربع سنوات القائمة بتضم المهندس هاني أبو ريدا رئيسا السيد خالد الدرندالي نائبا للرئيس بالمناسبة كان مرشح السيد محمد عثمان هارون رئيس اتحاد الشركات لكنه القانون واللوايح تمنع الجمع بين هيئتين وبالتالي ما فيش انه يبقى نائب رسحة كرة رسحة الشركات ما ينفعش وبقى مش موجود لكن الحقيقة هو من حسن حظنا ان فيه خالد الدرندالي وده من الشخصيات المحترمة جدا الأعضاء أنا أكتب ترك سيد أحمد حلم الشريف إما نائبا وإما عدوا النهاردة خلاص تم وقوع اللي اختر عليه كعدو بالمجلس أيضا سيد حمد محمود الشربيني سيد أحمد حلم الشريف رئيس نادي أخميم ورئيس اللجنة الانتخابية الاتحاد أكتر من مرة من قبل مشخصات المحترمة جدا حمد محمود الشربيني رئيس منطقة القاهرة لكرة القدم لفترة ليست بالقصيرة وليد عمر درويش لاعب نادي المقالون العرب السابق وهو مالك ورئيس نادي تيم سبورت اللي هو كان جلدي زمان مصطفى أبو ظهرة أدو مجلس إدارة نادي الأولمبي السابق محمد أبو العنين رئيس نادي سيراميكا ومحمد أبو حسين ده رجل أعمال وكان ليه أكتر من مرة تواجد في مجال كرة القدم كإداري الناس مظهر ودي زمانتنا الإعلامية النشطة جدا المكتهدة جدا المحترمة جدا دي قائمة المهندس هنا بريد اللي احتياطي دكتور أشرف موسى من الشخصيات المحترمة جدا عميد كل التربية الرضية بجنوب الوادي كابتن جيم سحنة وده حكم سابق والكابتن هيام بركة دي إسكندرانية وحكم سابق وعدو لجنة حكام خلاص هم دول المجموعة حلو حلو من القوائم التانية من هي القائمة التي ستنافس قائمة المهندس هاني أبو ريدا تعالى ناخدها كده بالراحة عشان أقولك الدنيا ماشية ازاي اللي كان أعلن من قبل أنه هيترشح لقاستة هذه الكورة المهندس أحمد مجاهد ثم الرجل تدارك وقال في حالة نزول المهندس هاني أبو ريدا أنا مش موجود لأن أنا بقول الكلام ده لو المهندس هاني أبو ريدا نازل الاتحاد الدولي عفوا اتحاد الإفريقي فالمهندس هاني أبو ريدا مش موجود في الاتحاد الإفريقي فبقى موجود اصحاد المصري وبالتالي أحمد مجاهد بقى مش موجود لكن هيبقى له دور هيبقى له دور شكل الدور إيه معرفش لكن هيبقى له دور نمرة 2 تردد اسم المهندس محمود طاهر وبالفعل عرض منصب نائب الرئيس اكتر من مرة على المهندس محمود طاهر لكنه رفض رفضا تاما قالك انا مؤهلاتي ترشحني اني اكون رئيس الاتحاد الكرة لكن نائب الرئيس الاتحاد الكرة هذا غير مقبول بالنسبة له وخرج برا الصورة تماما مهندس سامح فاهمي وزير البترول الاسبق واسمه تردد شوية لكنه يعني بالاتصال ببعض المقربين قالوا لي المهندس سامح فاهمي مش موجود قد يكون الامر التبس عند البعض لانه سيد هادي فاهمي شقيقه التوأم ترشح لرئاسة اتحاد كرة اليد طيب كابتن مجد عبدالغني اللي اعلن ترشحه وانا زي ما قلت لحضراتكو اتكلمت معاه وسألته من القايمة كابتن مجد عبدالغني لم يشكل قايمة حتى الان وكل الاسماء اللي اعلها لي كابتن اسماعيل يوسف لما تحدثنا مع بعض المقربين منه نفع جملة وتفصيلا وكلمنا مع اسماء من الكابتن مجد عبدالغني اللي اعلن عليها برضو الناس قالوا لا لا نفكر هي الوحيدة الزميلة سامح عمار اللي ابدت ترحبها بتوجودها في قائمة الكابتن مجد عبدالغني غير كده لا توجد قايمة انا بقول لك بكرة الاربع استهى 11 صباحا قائمة المهندس هنا بريدة عمل التوكيل لاحد المحامين حيتقدم بهذه القائمة الى الاتحاد المصري لكرة القدر